اسمع معي المفاجأة بتاعت جيمي طبعا حكاية لي كده لا ده جيمي ملك مفاجأة بسؤتولة سنة أنا ما أخش على هوا بقى حكاية لي بالتفصيل جيمي عنده مفاجأة كبيرة جدا عن طاقم تحكيم مباراة اليوم طبعا في كثير من الناس حمل طاقم التحكيم النهاردة اللي حصل في النتيجة وكان ممكن الأهلي يتعادل ضرب الجزاء بس هو عنده معلومات مهمة جدا تفضل أوسي حبيبي يا كمي قبل ما نبتدي الأهلي السنة دي فيما يتعلق بالمبارايات الأفريقية أي مباراة بتدار تحت عبائة الكاف لعب كمباراة لعب مباراة السوبر الأفريقي لعب مبارتين سينبا ولعب مبارتين سينبا دول في الدور الأفريقي ولعب مباراة بسم الله سان جورج أربع مباريات ولعب مباراة السوبر الأفريقي ولعب مباراة سان داونز النهار تمام الطبيعي لما يجي لي حكم يعني كم مباراة كده خمسة؟ خمسة خمسة الطبيعي لما يجي لي حكم لما يجي لي حكم في الخمس مباريات من أفريقيا هل طبيعي أن الحكم يتكرر؟ في خلال أول خمس مباراة تلاقيه في الموسم؟ لا صعب طيب على ألف خمسة يعني وليلين طبعا ممكن بعد شوية يتكرر طيب هل إذا كان صعب أنه يتكرر؟ هل ممكن يجي تلت مرات؟ مستحيل طيب حكمنا النهاردة هل نشتغل في اتحاد كبير اتحاد كري كبير يعني 24 طقم فار وأكتر من 50 طقم صح وأهم بطولة أفريقية دلوقتي تعتبر الدورة أفريقية مش دورة مدرية طيب الحكم حكم الفار النهاردة الحكم المغربي عادل ذراق والحكمة ماريا ريفيت مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم ده الحكم المغربي عادل ذراق والحكمة ماريا ريفيت مبدئيا الاتنين الحكام دول كانوا موجودين في مواتش السوبر الأفريقي اللي حصل عليه كوارث ومشاكل وضرب الجزاء لريدا سليم وده الحكمة ماريا ريفيت الحكمة دول اتنين الحكام اللي كانوا على الفار النهاردة نروح بقى للغلطات اللي غلطوها النهاردة مش بس كتراكلة الجزاء كان فيه غلطة مؤثرة عرفش ناس كلمت عليها هلاء لأ اروح للسرعة اللي باعدية على طول وهنتكلم على عادة الزراق بعد سوين انت بتقول اللي هتنين دول كانوا في ثلث مباريات للآلي السنة لا عادة الزراق هام في ثلاث مباريات من الخمسة ثلاث مباريات موجودة في الفار مع النادي الآلي مباراة الزهاب أمام سيمبة وخلي بالك المباراة قبل اللي فاتت على طول مباراة الزهاب أمام سمبا مباراة النهاردة ومباراة السوبر الأفريق مريد دي تاني مباراة لها دي ركلة الجزاء اللي الكل أجمع عليها رغم أنها لم تعادلها لكن طبعاً اشتغلنا عليها بعدها هات الصورة اللي بعدها على طول فريم عشان الصورة تبقى بصوا دفع باليد بقديل اتنين ما فيهاش كلمة ما فيهاش كلمة ولا فيها أي قراء الكارثة إن هم مرجعهوش ما قالولوش تعال بص على الكرة دي فيها حاجة ده غير قصة تنقل التليفزيون وإن الكرة ما تعادلتش ده موضوع تاني نتكلم عليه في حينه فالكرة واضحة وضوح الشمس طيب روح للبعد روح للبعد ركل الجزاء واضحة لا تبريد بص الكرة دي كانت في إمتى يا كريم في الدقيقة تلاتة وتلاتين ثانية ضرب ضرب بالإيد في ويش رضا سليم عندك اكترين إما إن هي كارتحمر أو عليها لإنذار طيب إنت شايف إن الكرة دي تستدعي إنذار كحكا طيب إنت كفار شايفها برضو ستدع إنذار إنت زاويتك أوسع وشايفه أكتر طيب بلاش روح للبعد طيب إدية التمانية وارجع ارجع الفريم القبل ارجع الفريم القبل دي كرة نفس اللعيب مضاو 25 اللي ضرب ريدا سليم في الشط الأول في إدية التلاتة بالإيد في الوجه نفس اللعيب رجع ضربه تاني بالإيد في الوجه في إدية التمانية دول اللقطتين دول اللقطتين في إدية التمانية واربعين لم يشهر الحكم إنذار ولم يستدعي تقم الفار لا في الأولى ولا في الثانية ليشكوا على الأهل إن الكرة دي كرت أحمر نفكر الناس بقى في ثواني قبل ما نروح للفيديو المهم جدا نفكر الناس في ثواني في أخطاء مباراة السوبر الأفريقي راكلة الجزاء اللي واضحة وضوح الشمس واللي برضو كالعادة ولا أي شيء روح لبعد الفار ساعتها من نجعش الحكم برض نفس القصة ما رجعوش أصلا ويش على شوفها دي تفخيد ومسك وضرب وعرقل دي تفخيد وضفعة باليد اللي بعده راكل الجزاء اللي ردا سليم كان اللي بعده في نفس المباراة ده غير الهدف اللي اختلفنا احنا عليه هنا الكرة اللي هي هل الحارس استحوز كل ده كان في مباراة واحدة ولم يستدعي حكام الفار حكم المباراة تروح لي بقى للفيديو وده الأهم لقطة يلا بينا الحكم في الفيديو الحكم المغربي ردا زراق دي لقطة تكريمه في الدور المغربي يوم 17.6 2023 إنها المباراة الأخيرة للحكم المغربي ردا زراق مباراة اتحاد تانجا والدفاع الحسن الجديدي تكريم الحكم المغربي إنها المباراة الأخيرة لي والحكم سيقود ويشترك في كأس العالم للأندية للسادات وهذا ما أعلنوا للتحاد المغربي نفسه إنه هذه هي المباراة المحلية الأخيرة لي على أن يخود الحكم آخر استحقاق قرلي في كأس العالم للسيدات في المغرب بعدها بشهر وبعدها الحكم سيعتزل التحكيم تماماً في المقابل بيلاقيه في بداية الموسم موجود على الفار بيشترك في ثلاث مباريات من خمسة للنادي الأهلي ولا تعليق قولي ده ولا تعليق ولا تعليق السؤال هنا لو الحكم اعتزل حكم الساحة ينفع يشتغل فيه ينفع يشتغل محلي وقري إمتى لو مش لو اعتزل لو تجاوز الخمسة واربعين القانون بيقولك إيه يمكن مدل الحكم سنتين من خمسة واربعين لسبعة واربعين لكن لا يشترك دولي لا يشترك دولي يشترك قري ومحلي بس ده إمتى إمتى لما ما قدش إنه اعتزل أنا لازم أمديله كالتحاد ولازم للتحاد الأفريقي يمديله فالحكم عند الخمسة واربعين عشان كده كان يتم الخمسة واربعين في كاسة عامل السيدات والراجل مش إلعب تاني واتكرم فيها دين حكام كابتن محمد العشور وكابتن محمد الحنفي خلاص مش يحكمه ساحة تاني وهيبقى حكام حكام فاتر بس هو جيني بيقولك إنه اعتزل